مساء الخير وخلين الفيديو ده اتكلم عن بوسترات مسلسلات رمضان شوية بس تنبيهات سريعة في الاول لو انت بتشوف القناة الاول مرة فالقناة دي بتنقض تصميم بوسترات الافلام والمسلسلات واشياء اخرى لها علاقة بالتصميم وبالمناسبة مش هتلاقي مسلسل النهاية في القايمة او الفيديو ده لان النهاية عمله فيديو لوحده ارجع شوفه في القناة او هتلاقيه من الاي اللي فوق تاني تنبيه سريع انا كنت عايز اتكلم عن كل مسلسلات رمضان مصرية وخالجية بس الاسف طلعوا كتير جدا على عكس ما انا كنت متوقع كتير منهم بوستراتهم مش متوفرة بجودة كويسة فانا اخدت شوية بس الفيديو ده اللي هم عندي ملحظات مفيدة اقولها عليهم والباقي ما اخدتوش قبل ما ابدأ انا ملتمس كل الاعذار للمصممين وصنع العمل وضغط الشغل بسبب اللي بنمر بيه خلينا ابدأ بخيانة العهد طيبو جرافي او طريقة كتابة اسم المسلسل في غاية الحلاوة والجمال اللي عمله فاهم بيعمل ايه يمكن ليا مأخز بسيط على اتهي المربوطة حساها مسحوبة اوي كده لكن في المجمل جميل جدا ده البوستر المجمع عايز بس يبين يسرى ويعمل لي وهم ان الباقي مش متركز عليهم كان العدسة عاملة فوكس على يسرى بس الفكرة حلوة لكن بالورة الخلفية او انك تخلي الخلفية متشوشة كده التعامل معها بيكون حساس يعني قيمة معينة لو زدت عن الايمة دي بتتحول من مشهد واقعي لكأنها صورة متصورة على كرومة وهي مفصولة تماما عنها زي ما حصل هنا كده فتحس ان يسرى كده برا الخلفية برا المشهد واكد على كده ان اطراف الصورة حدة جدا وواقعيا اي عدسة بتعزل الخلفية بتخلي الاطراف فيها قدر من البلورة كمان النور المحدود هنا ده يعني انا فاهم ان الحاجة كل ما بعدت عني كل ما بقت بهتة او الكنترس بتاعها اقل ده بينطبق على كل حاجة الا النور مهما كان النور بعيد عمره ما هيبقى مجرب وباهت للدرجة دي لابد من وجود بقرة مضيئة بيضة واساسا في راقي شاف ان الاضاءة نفسها او النور نفسه ملهوش لازمة لو اتشال يبقى احسن في راقي حاجة كويسة في البوستر وهو ان اللي اشتغل عليه كان فاهم ازاي يستخدم في الفوتوشوب اللي بتخليني افرق بين البعيد والقريب ممكن تشوف لها دروس على اليوتيوب وتفهم بتشتغل ازاي كل البوسترات السولو او اللي افهم ومثل واحد ينطبق عليها الكلام اللي فات يمكن هنا بس النور وحش جدا وفيك جدا جدا وبلورة الخلفية زي ما قلتلك زي ده اوفر الريتاتش جميل مزبوط في كل الصور بس يمكن هنا متنعم زيادة عن اللزوم يعني ده طبيعي اي نجمة لازم توفرم وشها وتخليه شبه البلاطة من النعومة ولا زال النور سيء تاني مسلسل وهو يمكن مسلسل مش واخد حقه قوي وهو الامر اخر الدنيا وده بوستر جميل جدا شيك ومتقفل حلو يعني منتج تشتريه مزبوط منظم ومنمط طيبو جرافي جميل وهادي وحلو الوان حلوة وفي ماتشنج ما بينها يعني بس شخصيا ليه كان ملاحظة لا يقللوا من البوستر طبعا البقع البيضة مش لطيفة ومحطوطة في اماكن غريبة بس يعني اتحكالي موقف ما كان فيه ممثل بيفتي ويجود ويقول البقع البيضة تتحط فين فيمكن ده مش زنب المصمم كمان الصور نعمة اوي واللازرق فاتح جدا على الرغم من وجود امر يعني احنا بيقول الامر بيطلع بالليل وبالليل السماء بتبقى اغمق من كده التكوين ده معمول حلو جدا بس حسسني ان ده بوستر لكمبين بنك الاسكان والتعمير مثلا يعني غريب عن بوسترات الافلام والمسلسلات وبدون ما تفتكرني بتفازلك صياغة الجملة اللي تحت محتاجة شوية تصبيتات يعني ذا اول حرف بس هو اللي بيبقى كابيتل از و ات و ذا يكونوا كلهم سمول بس في المجمل بوستر مبهج وجميل وجاي من مصمم انا بحترمه ما كانش واخد وقته او حريته فاخر عمل ليه هو بوستر فيلم البعض اللي يذهب للمأزوم مرتين بس هنا اواخد راحته ومزاجه وهو شغال لذلك النتيجة بقت احسن مئة مرة تالت مسلسل وهو الفتوة البوستر عامله مصور وليس مصمم وانا شخصيا ما بفضلش حاجة زي دي على الرغم من كده النتيجة هنا كويسة جدا تايبو جرافي لو هو اللي عامله فلطيف جدا ومناسم التكوين اللي تحت حلو ومعبر بس مهدر بساحة كتير فاضي على الفاضي الخلفية مش واضح ملامحها قوي فواضح انها حاجة ابستراك مجردة مش مكان فعلي مش خلفية مكان اللون الازرق اللي فيه ده في رأيي مكانش ضروري يعني لو كله بني في بيج كان بقى افضل وكان هيناسب الفترة اللي المسلسل بيحكي فيها الرتاتش جميل جدا ومزبوط جدا بس عايز اروح للبوستر السولو ده حاسس ان الرياكشن مصطنع بعض الشيء وفي رأيي الاضاءة اللي وراه من هنا دي ملهاش لازمة ونفس الكلام على اللون الازرق اللي في السماء اللي قلته فكرة انه عمل نور على صورة ياسر جلال ناحية الشمس وعلى الرغم من بديهية حاجة زي دي اللي ان انا مش بنشوفها كتير فدي حاجة كويسة بتدل على الاهتمام يعني يمكن زيادة شوية ولونه لموني شوية عن كونه لون الشمس بس تمام زي الفل هننزل نبص هنا على ترتيب الكتابة في الدباجة اللي تحت دي ومنها نروح لبوستر مسلسل الاختيار بنفس ترتيب الكتابة والفوند والنفس المصور والنفس الشركة المنتجة بيبقى احسن لو كل عمل احتفظ بهويته الكاملة عشان ما حسش ان هي استنبه ومشي على كله ان حتى الطايبو جرافي نفس الفكرة اللي هو عربي وتحت انجليزي حروفه متفرقة بس البوستر ده جميل ومناسب للمسلسل الدبث او العمق في المشهد اللي خلقه العجب الاصفر ده اللي هو في عجب قدام وعجب وارا وده مش عارف معمول بفلتر متبالور وده فاهم انت جميل جدا الشغل ده واكد على العمق ده بالليفلز فبين لي الفرق بين الجندي البعيد والجندي المتوسط وامير كرارة شوية ملاحيز في رأيي الاضاءة زيدة شويتين الفوند الانجليزي اختياره مش موفق على عكس اختياره في الفتوة يعني ده فوند فيه تفاصيل كتير لما تصغره الحروف ما بتبقاش سهلة الاراية كمان في رأيي كان يبقى افضل لو بقى فيه جنود اكتر لان البوستر فاضي جدا كنت احب ان الخلفية تبقى واقعية اكتر يعني جبل وسما بدل الدخان اللانهائي ده ده رأيي شخصي واروح للبوستر ده ومعنديش اي تعليقات عليه هو صورة بخلفية لكنها صورة جميلة وتركيب خلفية واقعي عالسريع كده البوستر ده لنفس المصور وبصراحة مش على نفس مستوى اللي قابله ده بوستر تقليدي جدا ومتكروت يعني انا اقول ان ده بتكتير معمول في ساعتين وساعتين كتير كمان بوستر عشوائي بني قدمين نصهم ممسوح بشكل عشوائي على زرع وورد دمه تقيل على نور في اي حتة واي مكان فبوستر متكروت وضعيف جدا عن اللي قابله رجالة البيت والمصمم ده للي متابع القناة هيعرف ان الريتاتش البلاستيكي اللي بيقلوز الملامح اك انهم متغلفين بمشمع ده معروف المصمم رمضان ده ما بيقدمش اي شيء جديد عن اللي قدمه قبل كده يعني مجهود يشكر في الريتاتش على الصور لكن ضعف في التفكير في الطيبوغرافية والتصميم يعني بص خلفية متبلورة وقلب ولو جود بتكون النتيجة مزرية زي دي طبعا دمج الشمس ودمج الطائر حدس ولا حرج عن سوقهم في الحقيقة مش عارف اقول ايه عن ده اهو كويس ومقدل غرض وخلاص بس كتصميم ضعيف جدا نفس الكلام هنا ده بوستر سيء وضعيف جدا عارف اللي هو دخل على جوجل جاب صورة موقع رحمة بلورها وسيف وقال بوستر اهو كذلك هو الحل هنا كذلك هو الحل هنا يمكن بيتحسن شويتين تلاتة هنا ويبدأ نوعا ما يدمج ويعمل كومبوزيتنج للخلفية الطيبوغرافي لطيف وكوميدي الريتاتش جميل الالوان مبهجة الضل والدمج لطيف يمكن الاحجام والنسب بس عيدة شغل اكتر من كده لكن في المجمل ما بيقدمش جديد عن بوستر فيلم كلب بلدي لنفس المصم ليالينا تمانين هو محكاة ممتازة لبوسترات التمانينات البوسترات بتاعت زمان المرسومة الجميلة تكنيك الرسم حلو جدا تكوين البوستر محاكي لتكوين البوسترات التمانينية الافقية اللي كانت بتتعلق عالسينما خلفية بيض عليها ممثلين قطوع سود بالعرض عليه التفاصيل والدباجة يمكن ليه مأخز لا يضعف منه طبعا ان فنت الرقعة اللي فيه اجزاء مقطعة ده ما كانش بيستخدم في التمانينات قوي اللي كان منتشر وقتها هو الفنت الرسمي ده ده تحسوا مثلا ايه ستيناتي قوي فبنشوف الفنت التاني ده في اكتر من فيلم لكن في المجمل جميل جدا بالصدفة انا بقلب شفت المسلسل ده انا عارف ان بس الخياط عامل حاجات في مصر بس ما اعتقدش ان المسلسل ده مصري هو لطيف فكرته كويسة يمكن اختيار الفنت كوميدي ومش مناسب يعني الفنت نفسه فنت كوميدي مش نافع لمسلسل غموض حكاية الورقة اللي على العين دي انا واثق اني شفتها في بوستر تاني قبل كده بس اللي فكره دلوقتي البوستر التشويقي او احد البوسترات التشويقية للجوكر من فيلم The Dark Knight وتقريبا نفس الفكرة بالزبط في الرسمة دي لشخصية استفانو من لعبة The Evil Within الجزء التاني مسلسل فالانتينو مش هتلاقي له بوستر الناس كلها مجتمع عنه رسمي يعني شوية تلاقي مقال بيقول ان ده رسمي وده بالمناسبة بوستر سيء جدا صورة عشوائية لعادي الامام متصورها بتليفون على خلفية مسحوبة من عن نت وما تفهم ايه جاب شرارة النار في فصل مدرسة وبقى بوستر حاجة طبعا في قمة القبح والسوق او تلاقي مقال تاني بيقول ان ده رسمي وده كارسة ده بوستر معمول بتلاتة مليم فانك تقول ان مسلسل اللي عادي الامام ده بوستره فده يبقى هزار بايخ انا مقبلوش بس طبعا معروف ان اغلب اللي بيكتبوا عن الفن في الصحف الالكترونية مش فاهمين حاجة في اي حاجة هو بيبقى بيسكرول كده يلاقي حاجة قدام يقول لك اما اكتب عليها مقال اسناء ما انا بمنتج وبسكرول على الفيسبوك لقيت ان الشركة المنتجة اعلنت ان البوستر ده هو الرسمي وبذلك ياخد اللقب من مسلسل النهاية اقبح بوستر في عشرين عشرين هو فالانتينو وحاجة مزرية جدا ان بعد البوستر ده لاخر مسلسل نشوف ده مسلسل البرينس البوستر ده في المجمل جميل وهادي ومنظم ومنمق الايد دي تركيب لكن تركيب كويس مش عامل مشكلة اختيار الخلفية الزرقى والصورة تنهى برتقاني الكونتراست بين الاتنين جميل لكن مش منطق ان يبقى جوه عربية الترحيلات او الزنزانة مثلا وتبقى الخلفية وراء فتحة للدرجة دي المفروض تبقى غمقى لان العربية ضلمة البوستر ده جميل ومنظم يمكن بس هنا المسح عشوائي مسح الباب عشوائي وفي بقعة غريبة هنا والخرميش اللي وراء الاسم لو قلت في رأيي يبقى افضل بوستر لما كنا صغيرين ما لفتش انتباهي لانه صورة اكتر من كونه تصميم قريت ان مكتوب فيه ازمة عشان ريهام حجاج متوسطة البوستر على الرغم من وجود نجوم زي خالد النبوي ومحمود حميدة اني انا شايف ان ده عادي لان التلاتة في رؤوس مسلس فالانتباه نوعا ما متوزع عليهم وكان تقريبا تصميم تاني عملته قناة مش رسمي كانوا حطين ريهام حجاج قدام خالد النبوي وقدام محمود حميدة ودي الازمة بس انا في رأيي شايف ان الازمة ان ريهام حجاج تكون بطلة مسلسل اساسا طبعا النسب رايحة في داهية هي محتاجة تصغر ويبدأ يوازن احجام الناس مع بعض بدل ما فيه واحد كبير واحد صغير واحد ضخم واحد مش ضخم ضحكت محمود حميدة وخالد النبوي مش مناسبة للسياق بتاع البوستر كمان اللي سويدات مدية على رمادي في بعض الصور والبعض لا فده ضعف في الماتشنج ما بين الصور لابد كلهم يمشوا مع بعض وتتحلل المشكلة دي بالسيليكتف كولر وبيفكرني ببوسترات الاب بالروح وزي ما قولنا ازاي رهام حجاج تبقى بطولة مسلسل بنروح لنفس الحالة وشوف ايه ياسمين صبري كمان عاملة بطولها كمان وصباح الضحك يعني البوستر كويس يمكن ميل الكتابة مش حلوة خالص يعني ليه اساسا تميلها وهي مع قدفة تبقى صعبة القراءة اكتر ما تخليها عيدلة الميل ده بنلجأ له لما نحب نبان فنانين وبنتفازلك اللي انعكاس وفيه اللايت بوكة على اساس يبين ان فين عكاس مباني في الازاز ده مفهوم لكن النتيجة مش قد كده فيه اكشن رخيص على جرافيكس ريفر يعمل نتيجة افضل من كده سكر زيادة وده بوستر في الفين وعشرين معمول بامكانيات الفين وسبعة ولا حاجة دمج غير وقعي دل غير وقعي خلفية بيضة عشان ما بنعرفش نعمل خلفيات الطايبوجرافي حلو ودي الحاجة الوحيدة اللي حلوة في البوستر ده النسب مش مصبوطة دي مهروسة في اي حاجة كوميدية تلاقي المصمم استخدم حاجة زي دي فالبوستر ده عايش في سوق بزمني لم يتخطى الفين وسبعة شاهد عيام ما عنديش ملاحظات كتير غير اني حاسس ان انا شفته في حتة قبل كده بس اختيار الفونت غير موفق فيه كرفات كتير وده بيخليه مش مناسب لعمل اكشن جاد تحسه طفولي كده الفيديو كتحليل ونقد المعظم بوسترات اعمال رمضان خلص فلو هتقفل الفيديو اقفلو وسبسكرايبو لايكو كل الكلام ده وعلى ما نحضر الفيديوهات الجديدة في رمضان فيه قناة جيمينج تسلي وقتك في الحزر فيها اما لو هتكمل الفيديو فيعني بوستر مسلسل النهاية في فيديو الواحده ده السببين عكس بعض الاول انه مهما كان مستواه هو الافضل رمضان ده وهو الاجدد فلابد انه يتحطل وحده كمان في نفس الوقت هو اقبح بوستر في رمضان الفين وعشرين ياخد اللقب من مسلسل النهاية اقبح بوستر في عشرين عشرين هو فلانتينو في حملات بشوفها على تويتر لمقطعة مسلسلات رمضان لعدم التزام الممثلين ببيوتهم على الرغم من دعوتهم للناس انها تلتزم البيت وداليا البحري سرسارة كعادتها انا شايف ان المقطعة من غير فيروس ولا حاجة لازم تكون بسبب ان كتير منهم ما عندوش جديد يقدمه يعني مثلا لمحمد رمضان ولا امير قرارة هيقدمه شيء جديد فالاجدر بالمتابعة هو النهاية فقط ويمكن الفتوة والفتوة شخصيا هعتبره افضل بوستر في الشكل السنة دي في رمضان مش اعظم حاجة يعني لتفتكروا بوستر مريخي خزعبلي هو بس مقارنة بالباقي فهو افضلهم شكلا يليه الاختيار يليه الامر اخر الدنيا بالمناسبة قبل ما اختم فيديو مسلسل النهاية كان عليه تعليقات سلبية كتير تقريبا نصف في المية من التعليقات هو اللي كان منطقي والباقي تعليقات لمجرد التعليق للناس متابعي القناة انا شلت من الفيديو الكلام اللي ملوش علاقة بالتصميم عشان برضو اتخنقت من كتر البيان اللي قعدت عمله للناس في الفيديو ده وحابب استشهد هنا بجملة قال هميدو في قناة شات كورا في البودكاست بتاعه مع يحي عزام ان اليوتيوب فيديو ان ديمان يعني خش وتفرج لما تبقى عايز تتفرج فلو وقتك ما يسمحش انك تسمع مقدمة طويلة ولا يسمح انك تشوف فيديو طويل قسموا على مرتين ثلاثة وشوفوا على مهلك وبرحتك لكن اننا نتعامل مع الفيديو كأنه بانطلون جينز وطول واثر وسرفل وعمل عراوي ده مش لطيف وبس كده وطبعا الاستنبى بتاعت كل مرة ان لو عجبك الكلام ممكن تعمل لايك ولو حس ان انت تحب تسمعني تاني سواء في المحتوي ده او في محتويات اخرى تعمل سبسكرايب على يوتيوب وصيف فرست على الفيسبوك ولو انت من محبين الانستجرام تعمل لي فلو على انستجرام اهم بقى من كل الفلوهات دي تشوف الفيديوهات اللي فاتت وبس كده شكرا جزيلا